ان شاء الله يا رب المغرب في نهاية كأس العالم ان شاء الله المغرب بإذن الله موجودين في نهاية كأس العالم ليه لا المغرب تكسب فرنسا مش مستحيل هتقول لي يا عمي فرنسا جامدة يدا هيعملوا ايه قدام بابي وجريزمان وشيرهو ورابيو وشواميني ودمبلي هتقول لي كل النجوم العظيمة دي هقولك لا ما هم دول اللي عدوا برضو مودريتش واللي عدوا دي بروين واللي عدوا ديفيز واللي عدوا بيدري واللي عدوا كريستان ورنالدو اللي عدوا نجوم عالمية كبيرة في المونديال فخلاص يعني فكري بقى ان احنا احساسنا طول الوقت ان احنا مش هنقدر ان احنا بعيد ان احنا صغيرين لا ده مش موجود مع المنتخب المغربي في المونديال احنا رايحين المباراة دي مباراة المغرب وفرنسا ند لند يكسب الافضل وان شاء الله الافضل في هذه المواجهة يكون المنتخب المغربي عندنا ثقة وصقين أن المنتخب المغربي في أضعف الإيمان هيقدم مباراة محترمة جداً قدام المنتخب الفرنسي هذا المنتخب الذي رفع رؤوسنا جميعاً للسماء أكيد أكيد فاز أو لا قدر الله لا قدر الله وإن شاء الله تبقى نسبة قليلة خرج هيخرج مرفوع الرأس هذا المنتخب العظيم هذا المنتخب الكبير عمل اللي عليه وزيادة مش حتتين بقى مليون حتة قدام مليون حتة قدام هو خلاص قفل اللعبة نحلم؟ آه نحلم نوصل للنهاية؟ آه للا ناخد كاس العالم؟ ما نحن كناش بنحلم أصلاً أن نحن نوصل لدور التمانية منتخب العربي يوصل لدور التمانية دلوقتي ما موجود في نصف النهاية أصلاً فنزود شوية أحلام مش عيب يعني من الناس كلها بتحلم هتقول لي يعني إزاي المغرب تاخد كاس العالم هقول لك إزاي اليونان خادت كاس أوروبا 2004 هقول لك إزاي بورتو خادت دور أبطال أوروبا هقول لك إزاي بورتغال خادت يورو 2016 من فرنسا في أرض فرنسا في 2016 وهي صعدة من دول المجموعات بثلاث نقط في أحداث كثيرة في التاريخ تخليك تقول دي لأ كرواتيا وصلها النهائي وكان ممكن تكسب فرنسا المنديالي اللي فات في النهائي مكنش حد يصدق أن كرواتيا أبدا توصل نهائي كاس العالم كل حاجة وردة آه باستثناءات تاريخية يعني فيه قوة عظمة دائما في الكورة برازيلا فرنسا إيطاليا الألمانيا أسبانيا الأرجنتين الكل عظمى المعروفة وفيه تفهرات إن شاء الله تكون دي تفهرة المنتخب المغربي بإذن الله بإذن الله